ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي اختبار على الوحدة الخامسة من كتاب المعاصر بداية من صفحة 288 بيقول لي هنا فنش اذا فالون ديالو كن بانهاء الحوار التالي عندي هنا اول صدر بيقول لي بسمة بسمة تتحدث مع صديقتها عن مباراة كرة القدم الاتنين بيتكلم مع بعض عن المباراة لازم في البداية قرأ المحادسة على بعضها بالكامل مرة واثنين كده وفهمها كويس وترجمها وانا بحلي لازم براعي زمن المحادسة بسمة هنا بتقول انا سوف اذهب الى او سازهب الى نادي تلا الرياضي تومورو غدا تحبي او تود ان انت تيجي او تأتي هي بسمة بتقول لها ايا تحب ان انت تيجي انا رايحة نادي تلا الرياضي ايا بتقول لها بالكورس بالطبع انا حب كده وبتسألها سؤال بسمة اطلع اخويا بيكون في فريق كرة القدم المباراة النهائية تومورو غدا يبقى معنى كده ان ايا بتسألها ليه انت هتروح هناك تمام ماذا يعني واي واي بعد كده بسأل على الفعل اللي عندي يو يبقى الفعل المساعد هيبقى دو واي دو يو لماذا انت تريدي جو انت اذهبي ليه انت حبة تروحي او ليه انت تريدي ان انت تذهبي الى هناك اتلاع لان ماي براثة الاخوية يزئين في فريق كرة القدم ايا بتسألها بس ما اتلاع المباراة النهائية ستبدأ الساعة السالسة مساء يبقى السؤال هنا متى تبدأ المباراة النهائية متى يعني وين وعندي هنا فيه الاجابة الفعل بتاعي به اس يبقى الفعل المساعدة في السؤال هيبقى دو وين دوز وبسأل على المباراة النهائية وين دوز ذا فاينال ماتش ومع دوز بجيب الفعل فيه المصدر المصدر عندي ستارت وين دوز ذا فاينال ماتش ستارت متى ستبدأ المباراة النهائية ثلاث ساعة السالسة مساء ايا بتقول لها كام المدة بتسألها على المدة اللي المباراة هتستغرقها تاخد قد ايه بس ما هتلاقي حاجة وهتلاقي ستنتهي الساعة الرابعة مساء بتبدأ الساعة ثلاثة وبتخلص الساعة اربعة يبقى تستغرق ساعة يبقى هتقول لها هنا ايه اناور او مثلا تقول لها وان اور وان اور تستغرق ايه تستغرق ساعة هنا ايه بتقول لها حاجة فبس ما بتقول لها يوريت انت على حق فاينال ماتش المباراة النهائية ارهارت بتكون صعبة طوين صعب ان انت تفوزي فيها او صعب فيها الفوز يعني تمام يبقى معنى كده ايه بتقول لها ايه اعتقد ان هيكون ايه او ان المباراة هتكون صعبة ايه اعتقد لاني بتقول رأيها بتقول لها انت على حق يبقى معنى كده ايه قالت رأي رأي ده هيكون معنى اعتقد اعتقد انها هتكون مباراة صعبة اعتقد ات اللي هي المباراة سوف تكون مباراة صعبة يعني هارت هتكون مباراة مباراة ايه مباراة صعبة فانا بتقول لها يوريت انت على حق اذا فينا المباراة الرياضية هارت بيكون صعب يلفز فيها وقالت لها حاجة ايه اعتقد لها ايوش هم انا بتمنى له حظ ايه حظ سعيد انا بتمنى له حظ سعيد تو ايضا طالما قالت تو ايضا معنى كده ان هي بتقرر الكلام معنى كده ان بسمة هتقول لها ايه انا اتمنى ان اخويا يفوز مثلا اي هوب انا اتمنى او انا اأمل اي هوب اتمنى او اأمل ان ان اخويا اتمنى او انا اتمنى او انا انا اخويا ويري يعني كانوا واضي يعني كان واركد عاملة ساينتس عالم ميوزيشن موسيكار جايب لي كم كلمة؟ ست كلمات انا اختار منهم فقط اربع كلمات واوظفهم داخل الفراغات في النص بتاعنا النص بتاعنا بيقول فاطمة علي البنة نقط بورن ان الاكسندرية انتو فاطمة علي البنة ولدت في الاسكندرية سنة 2003 فاطمة مفرد هناخد معها طبعا واس بورن لان هي مفرد يعني ولدت لما كانت طفلة صغيرة هي احبت ان هي تتعلم عن العلوم يعني الحاجات او المواد العلمية احبت يعني كانت بتحب ان هي تتعلم عن العلوم او احبت ان هي تتعلم عن العلوم هي حابة تكون ايه بقى رائعة بتحب تتعلم عن العلوم اكيد هي حابة ان هي تكون عالمة رائعة يبقى حابة ان هي تكون او تريد ان تصبح عالمة رائعة ساينتست عالمة او ساينتست او جريت ساينتست عالمة رائعة شينكوة نتست ايضا نقول هي قامت بانجاز مشروع مدرسي او اشتغلت في مشروع مدرسي يبقى شي واركت اشتغلت على او قامت بانجاز يبقى واركت عملت فيه مشروع مدرسي هي لقى طريقة طبعية لقى طريقة طبعية للكرة عشان انهما ينظفوا المياه اللي هي القزرة او المتسخة لو في مياه مش رضيفة انهما ينظفوا هذه المياه وكمان انهما يعيدوا تدوير المياه المستخدمة او المياه المستخدمة يكموا بقعد تدويرها وبعد كده بيستخدموها مرة تانية بعد كده بيقولي هنا تاكست اقرأ النص التالي ثم اجب على الاسئلة بيجيب لنص بقره وفهمه كويس وبعد كده اجاوب على الاسئال الخاصة بي اول فقرة في النص بتاعنا بيقولي يعني كيف ستصبح يعني هتكون ازاي في سنة الفين وتلاتين هل تعتقد ان الحياة سوف تكون مختلفة وقتها او حينها هل تعتقد ان انت هيكون عندك المهارات ذات هلبيو اللي تساعدك عشان تكون جاهز ومستعد المستقبل ضروري انت تتحسن المهارات بتاعتك زي مهارات الحاسوبية وحل المشكلات التواصل والتعلم الذاتي بعد جدا صفحة 289 والفقرة بتاعتنا التانية في النص لازم او ينبغى عليك ان انت تكون جاهز ومستعد بدنيا للعمل والحياة عن طريق تناول طعام الصحي وكمان ممارسة التمارين الرياضية وكمان الحصول على قدر كافي من النوم جسمك محتاج لطعام وتدريب والنوم كذلك ضروري ان انت تكون جاهز ومستعد عن طريق العمل الجاد عشان تنجح وتحصل على المعرفة اللي هتساعدك او بتساعدك ان انت تستمتع بيو لايف بحياتك كذلك ضروري ان انت تكون منفتح على الثقافات المختلفة وتقبل وجهات النظر المختلفة يعني ربما وجهات النظر المختلفة دي تكون تكون افضل من رأيك الشخص اللي هو ناجح ينبغي ان يكون بالاضافة الى ذلك إن التكنولوجيا بده تحكم في حياتنا ولهذا السبب ينبغي علينا ان نطور ونحسن مهاراتنا التقنية في يوم من الايام ضروري علينا ان احنا نطور كل هذه المهارات سوف تكون جاهز يعني لما انت تطور كل هذه المهارات اللي عندك انت هتكون جاهز ومستعد للمستقبل او لوظائف المستقبل وايضا كمان للحياة المستقبلية كيف لي بعد كده اول سؤال بيقول لي هنا ايه طبعا اسئلة الاختيارات الشخص الشخص اللي هو بيكون ناجح ضروري ان هو يكون ايه يعني قوي بدنيا يكون عنده القوة البدنية ولا العمل الجاد لازم يشتغل ويعمل عمل جاد ولا لازم ان هو يكون شخص مرن ولا كلهم كل اللي احنا قلناه ده طبعا كلهم رقم اتنين زي ريفرس والضمير زي احنا قلناه بيشير الى بيشير الى ايه بيشير لي التحديات ولا المهارات التقنية اللي هي وجهات النظر نحترم يعني وجهات النظر التانية لانها ربما تكون افضل من وجهة نظرنا احنا ولا different cultures اللي هي ثقافات مختلفة طبعا احنا بنقرأ قلنا اني زي بتشير الى وجهات النظر المختلفة يبقى وجهات النظر رقم تلاتة نقطة will help you to enjoy your life يعني ايه اللي هيساعدك ان انت تستمتع بحياتك acknowledge المعرفة والتشالنجس لية التحديات ولا المصابقات ولا اللي هي الايه برضو المصابقات يبقى ايه اللي هيساعدنا ان احنا نستمتع بحياتنا طبعا knowledge المعرفة والسؤال الرابع what does your body need to be ready ايه اللي جسمك محتاجه to be ready عشان انت تكون جاهز عشان انت تكون مستعد for life للحياة and work والعمل طبعا عن طريق ايه التناول الطعم الصحي ومارسة الرياضات وكمان النوم بشكل كافي او اخذ قصط كافي من النوم هنقول هنا باي عن طريق عن طريق عن طريق تناول healthy food الطعم الصحي وكمان doing exercises وممارسة التمرينات الرياضية doing exercises وممارسة التمرينات الرياضية and having والحصول على enough sleep قصط كافي من النوم قصط كافي من النوم رقم خمسة what skills do you think are needed for future jobs في رأيك يعني ايه هي المهارات اللي بتعتقد ان انت آآ بتكون محتاج لها او اللي محتاج لها يعني لوظائف المستقبل محتاجين لمهارات آآ تقنية يبقى technical skills technical skills مهارات تقنية technical skills رقم ستة why should you improve your technical skills ليه بقى ضروري ان انت تتحسن وتطور مهاراتك التقنية هنقول طبعا لان التكنولوجيا بتتحكم في حياتنا از او بيكوز از يعني لان زيها زي بيكوز لان تكنولوجي التكنولوجيا كنترول زي تتحكم او اللايف في حياتنا عند بعد كده سؤال الاختيارات اذا كنت انصر اختر الاجابة الصحيحة لطس اوف كتير من ايه وين تو ذا ستاديون بيروح ليه الاستاد تو واتش ذا فينال ماتش عشان يشاهد المباراة النهائية مين بقى اللي يروح للاستاد عشان يشوف المباراة النهائية كامبتيشنز كامبتيشن اللي هما المسابقة ولا ديزاينز اللي هي التصميمات ولا ديزاينز اللي هي الحصومات او التخفضات والسبكتاتورز اللي هما المتفرجين او المشاهدين في الاستادات طبعا السبكتاتورز اللي هما الايه المتفرجين بعد جهة صفحة ميتين وتسعين بيج تو هندرد ناينتي ورقم اتنين هو ما بيحبش الايه ما بيحبش الارقام وكمان ما بيحبش المسائل بثاعة الرياضيات لا بيحب الارقام ولا مسائل الرياضيات هو مش هيقدر يكون ايه بقى مش هيقدر ان هو يكون عالم ولا مش هيقدر يكون موسيقار لانه ما بيحبش الرياضيات ولا مش هيقدر ان هو يكون عالم في مجال الرياضيات. مش هيقدر يكون عالم الرياضيات. ولا اللي هو لاعب كرة قدم. طبعا مش هيقدر يكون عالم الرياضيات. لانه ما بيحبش الارقام او مسائل الرياضيات. رقم تلاتة اول يقول يعني هنا ان هو الشخص اللي يعني يشارك مين الشخص اللي هو يشارك فيه الانشطة اللي بتكون منظمة. بيشارك فيه الانشطة المنظمة. والانشطة دي بتانوي او بتخطط يعني ان هي تغير شيء ما في المجتمع. الشخص اللي بيشارك فيه انشطة منظمة. الانشطة دي بتحاول تغير شيء في المجتمع. الشخص ده بيكون ايه? انجينير. بيكون مهندس. ولا يعني ناشط. او مناضل. ولا اوفيسر ولا ضابط. ولا يعني اللي هو القاضي. طبعا الشخص ده بيكون ايه? ناشط او مناضل. بيحاول عن طريق الانشطة اللي هو بيشترك فيها دين هو يغير اشياء في المجتمع. رقم اربعة عشان يعني يشكل او يكون الاسم من اللوز اللي هو يخسر. احنا بقى بنضيف اللاحقة ايه? الفعل بتاع اللوز يعني يخسر. احنا بقى هنضف له اللاحقة ايه? عشان نحاوله الاسم اي ار ان اي اس اس ام اي ان تي اي ان سي اي. طبعا هنضف اللاحقة اي ار عشان يبقى يعني الخاسر. كده حاولناها من الفعل يخسر الى الاسم الخاسر. رقم خمس اقر النوات. دي بتكون مصابقة. كتير من اللاعبين او كتير من الفرق يعني الرياضية بتشارك فيها. يا طرق ايه بقى المسابقة اللي لعبين كتير وكمان فرق كتير بتشارك فيها. اللي هو الدوري او البطولة يعني اختبار قصير. يعني امتحان. سين اللي هو المشهد. طبعا يقصد هنا ايه التورنمنت الدوري او البطولة. يبقى اه تورنمنت الدوري او البطولة. بعد كده السؤال رقم ستة. the word stuff. stuff يعني هيئة العاملين او طاقم العاملين. مجموعة يعني الناس اللي هما بيشتغلوا. gives the same meaning. بتجيب لي the same الميني نفس الميني نفس المعنى ايه. زي ايه. اللي هما المتفرجين. ولا بازلز اللي هي الغاز. ولا ووركرز العمال. ولا هوتلز الفنادق. طبعا كلمة stuff طاقم او هيئة العاملين بتسوي في المعنى كلمات ووركرز الايه العمال. بتسويها في المعنى. بعد كده complete the sentences. كامل الجمل with the correct form. بالشكل الصحيح. of the word or words. بالكلمة او الكلمات. in brackets. اللي بين الاقواص. رقم واحد. I have never not a computation at school. انا ابدا لم افوز بالمصابقة في المدرسة. ما فوزتش قبل كده بمصابقة في المدرسة. يبقى ايه معها have. عايزين بعد have التصريف التالت للفعل. التصريف التالت من وين وهو one. they have known each other. هما عارفوا بعضهما البعض. a long time. عايز يقول يعني من فترة طويلة. a long time او short time بتاخد four. لكن since عايزة بعدها بداية حدث. رقم تلاتة. don't worry. لا تقلق. I have اللي انت محتاجه. يبقى هنا. I have. ايه. انا بالفعل حضرت لك النقود اللي انت محتاج لها. لانه بيقول له ما تقلقش. يبقى بدل never. هتبقى already. بالفعل. السؤال الرابع. have you not volunteered in charity? يعني هل سبق ليك وتطوعت? يعني تطوعت? هل سبق ليك انت تطوعت في charity جماية او مؤسسة خيرية? اللي بتجي لي في حالة السؤال في المضارع التام? السؤال في المضارع التام بيجي لي معها ever. بمعنى سبقة او من قبل. يعني هل سبق ليك او من قبل تطوعت في جماعية خيرية? رقم خمسة هي has done her mass homework. هي عملت her mass homework. واجب الرياضيات الخاصة بيها. عايزين نقول بقى ايه. طبعا جملتي مسبتة. في المضارع التام المسبت ما يفعش يتيت. عايز انا في. انا عايز ايكم ليتي مسبتة. هنستخدم already. يعني بالفعل. يبقى she has done her mass homework already. هي بالفعل عملت اه واجبها المنسل في الرياضيات. بعد كده. بعد كده write one hundred and ten words on the fallon. a biography about a person you admire. بييوغرافي هنكتب سيرة زاتية عن شخص انت بتكون معجب به. شخص انت معجب به. تعال بكنا نتكلم عن شخص. ممكن بقى تكلم عن شخصية رياضية. عن مسلا دكتور ماجد ياعكوب عن صامر عبد الفاتح. اي شخصية انت معجب بيها او اي شخصية بتاخدها قدوة ليك او بالنسبة لك. تعال نتكلم عن دكتور ماجد ياعكوب. هنتكلم عن دكتور ماجد ياعكوب. هنتكلم كده مسافة في البداية. هد صمتي ونقول دكتور ماجد ياعكوب وز بورن ان بلبيس. دكتور ماجد ياعكوب ولد في بلبيس سنة تسعمائة خمسة وتلاتين. لكن اسرته تعودت ان هي تسافر لأماكن عديدة. لان بابا كان دكتور مهم. ماجد ياعكوب زهب لجامعة القاهرة. واصبح جرح قلب مهم. ساعد الناس زوي مشاكل بالقلب لسنوات عديدة. اعتاد ان هو يعمل في مستشفى خاصة في لندن. وفي هذه المستشفى ماجدي ساعد او اعتاد ان هو يساعد في منح الناس او ان هو يمنح الناس قلوب جديدة لاول مرة اللي هي عمليات زراعة القلب. يعني في فترة او قبل فترة التمانينات الناس اللي هي زوي مشاكل بالقلب. غالبا كانت بتموت. هو توقف عن معظم العمل بتاع يعني منذ وقت طويل. لكن في السنة الفين وستة بدأ جماعية خيرية عشان يساعد الاطفال اللي هما زوي مشاكل في القلب. اطفال مرضى جدا. لم يعتاد ان هما يعيشوا حيوات اطول. لكن كتير من الاطفال المرضى جدا كانوا دلوقتي يقدروا ليف انهم يعيشوا حيوات صحية. كل المصريين بيكونوا فخرين جدا بانجازات دكتور ماجدي. وكمان بيأملوا او احنا بنأمل يكون عندنا جماعيات خيرية اكتر عشان نساعد الناس المرضى بامراض ايه خطيرة. بعد كده عندنا صفحة مئتين واحد وتسين. بيقول لي هنا جايب لي في الصفحة دي اختبار لطلاب الازهر الشريف. اكمل اجزاء. في الحوار التالي. اول سطر ده نقرأ مع بعض كده بيقول لي علي يتحدث الى اخوه عادل. الذي يقضي وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي. علي بيقول هنا اين انت يا عادل. رد عليه فهنا علي بيسأله عادل قال له اي ام تشاتينج. انا تشاتينج بدرتش كده مع صديق لي. بيقول له هنا انا في البيت. اي ام اتهم. انا في البيت. فهنا علي بيسأله قال له انا تشاتينج بدرتش مع ماي فريند مع صديقي. يبقى ماذا تفعل? ما او ماذا? وعند اي ام بتطلع في السؤال فوق بتبقى. ماذا تفعل? علي بيقول له هل خلصت واجبك? علي هنا قال له اه عادل رد عريفة على قال له هنا ايه? لازم تعتني بدروسك اكتر معنا كده علي قال له لا. يبقى يبقى وبعد كده هتبقى ايه? هتبقى فهنا عادل قال له بالطبع انا سوف اعملها. سوف اقوم بعمل واجبات المدرسية يا اخي. بعد كده سؤال اقرأ واكمل النص بيجيب لي كده كلمات بوصفها داخل الفراغات او النقاة اللي عندي. هنا يعني يحقق. او يعني يصبح. بكم اصبح. تحدي. يعني من عائلة فقيرة. كان عمرها خمس سنوات. لما اصبحت عمياء. طالما بتكلم في الماضي يبقى ما يفعش اختار كده مضارة. يبقى عندما عندما اصبحت كفيفة او عمياء. ده كان ايه كبير بالنسبة لها. كانت تحدي كبير بالنسبة لها. تحدي كبير بالنسبة لها. لما انضمت لي مدرسة فيها اطفال ليسوا اكفاء. هما تعلموا عن المشاكل اللي عندها. عارفوا مشاكلها. يعني تعلمت ان هي تعتمد على نفسها. يعني يعتمد على. هي بتساعد الناس. اللي عندهم احتياجات خاصة. هذه القصة بقى بتعلمنا. لو احنا عايزين ننجح. نقدر نحن اتشيف نحق اهدفنا. يبقى اتشيف. نحق ا او ننجز اهدفنا. بعد كده بيقولي هنا ايه? read the following passage. اقرأ الفقرة التالية. ثم اجب the questions على الاسئلة. جايب لي هنا النص بتاعنا. بنقرأ كده. المص كويس كده. نجاوب على الاسئلة الخاصة بي. بيقولي هنا. my friend. نوها. صديقتي نوها. has always loved writing stories. دائما كد بتحب كتابة القصص and poems. وكمان القصائد الشعرية. when she was six. لما كان عمرها سنوات. she won a prize. فازت بجيزة for a poem. لقصيدة هي كتبتها. she wrote. كتبتها. she has already written a book for or of stories. هي بالفعل كتبت كتاب من القصص. she has written her second book. وكمان هي بتكتب. her second book. يعني تاني كتاب ليها. but she hasn't finished it. لكن لسه ما انهيتش ومخلصتش تاني كتاب. يات حتى الان. she really likes to be creative. هي بتحب ان هي تكون مبدعة. she has played the guitar. هي عازف تعالى الجتار for three years now. من ثلاث سنين حتى الان. she has played in it. she has played it. عازف تعالى into concerts. في اتنين من الحفلات الموسيقية already بالفعل. she felt very nervous. شعرت بان هي عصبية جدا. but she was amazing. لك انها كانت مدهشة. نوها would like to volunteer. نوها بتحب ان هي تتطوع. to teach writing and music. عشان تعلم الكتابة والموسيقى للاطفال. one day. في يوم من الايام. her other dream. حلمها الاخر. is to create an app. ان هي تبتكر. وتنشأ تطبيق. to help children learn. عشان تساعد الاطفال ان هما يتعلموا. في نفس الصفحة كده. بس الجزء التاني منها هجيب لي بقى الاسئلة على الفقرة بتاعتنا. بيقول لي ايه? what happens does نوها have? ايه الهويات اللي عند نوها? mention to mention يعني اذكر. اذكرتين من الهويات. بتكتب قصص وايه? وبتكتب آآ قصائد شعرية. خلينا نكتب كده السؤال ده هنا فوق. رقم واحد. هنقول هنا كتابة القصص. وكمان القصائد الشعرية. وكمان القصائد الشعرية. رقم اتنين. السؤال التاني بيقول لي how old was noha when she won a prize? كم كان عمر نوها لما هي فازت بجائزة? طبعا كان عمرها كم سنة? كان عمرها ست سنوات. هنقول هنا ايه? she was six. كان عمرها ست سنوات. she was six. كان عمرها ست سنوات. ست سنوات. رقم ثلاثة. how long has noha played at the guitar? how long كم المدة? هزة نوها played. اللي عزفت فيها نوها على الجتار. طبعا لمدة ثلاث سنوات. هنقول هنا. four three years. four. لمدة. three years. لمدة ثلاث سنوات. رقم اربعة. نوها dreams. نوها بتحلم. to create and تنشئ. to help children learn. عشان تساعد الاطفال ان هم يتعلموا. عايزة تنشئ ايه? block? مدونة? الكترونية? ولا app? ولا تطبيق? ولا form استمارة? ولا site موقع? طبعا هي عايزة تنشئ an app? تطبيق عشان تساعد الاطفال ان هم تعلموا. رقم حمسة نوها hasn't finished here. نوها لم تنهي ايه هيت بعد او حتى الان. لسه مخلصتش ايه? story? مخلصتش القصة? ولا first book? يعني اول كتاب لها لسه مخلصش? ولا second book? ولا تاني كتاب لسه مخلصش? ولا poem القصيدة? طبعا هي تاني كتاب لها هو لسه مخلصش. second book. بعد كده سؤال اللي عندي choose the correct answer. يعني اختر الاجابة الصحيحة. رقم واحد there were more than ten thousand نوات ات ريو اوليمبيكس. عايز اقول هنا كان يوجد اكتر من عشرة تلاف ايه في الالعاب الالومبية اللي اقيمت في ريو. but only a few of them. لكن فقط القليل منهم. one medals. فاز بالميداليات. كان يوجد عشرة تلاف ايه stuff. او هيئة العاملين. ولا spectators اللي هما المدفرجين. ولا viewers اللي هما المشاهدين. ولا comptators اللي هما المتنافسين. طبعا كان فيه متنافسين كتير لكن اليه منهم اللي فاز بالايه? بالميداليات. it was a real not to climb that mountain. ده كان ايه حقيقي ان احنا نتصلك هذا الجبل. but we succeeded لكننا نجحنا كان challenge. ده كان تحدي حقيقي. ولا speech يعني خطاب. او حديث ولا cause يعني سبب. ولا result نتيجة. طبعا ده كان تحدي حقيقي. ان احنا نفوق ايه ان احنا نتصلك هذا الجبل. لكننا succeeded نجحنا. باسل عارف افضل الصديق عنده. لما كان عمره اربع سنوات. يعني نقول هنا اللي بيجي لي بعدها ماضي بسيط. واللي بيجي لي قبلها المضارع التام. لمدة. بيجي لي بعدها ايه? مدة كاملة. معنى منذو. بتجي لي في زمن المضارع. بتجي لي في زمن الماضي البسيط في نهاية الجملة. وقبلها مدة محددة. يعني لانا او بينما. وهنا بمعنى منذو. بقى نختار هنا منذو. اللي بيجي لي بعدها ماضي بسيط. وقبلها مضارع تامي. بقى هنا برضو معنى ايه? بمعنى منذو. رقم اربعة انا اكملت ايه المشروع بتاعي. انا عايز اقول بالفعل. بيجي لي في اخر الجملة في الماضي البسيط. يت بيجي لي في الجملة المنفية. بالفعل ولا بيجي في الايه? بيجي في السؤال. بقيت عايزة نافي. ماضي بسيط. عايزة بالفعل. بعد كدت اصحيح الخطأ مونا نقط ان طنطا سنس توني ففتين. مونا آآ عايز اقول يعني ان هي كانت مقيمة في طنطا منذ سنة الفين وخمستاشر. سنسي جالي بعدها هنا بداية حدس وقبلها مضارع تام. مونا مفرد بتاخد هاز وبعد هاز التصريف التالت من ستاي. وهو ستايد. رقم اتنين سامي نقط هاز اجزام لاست من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. وفي زمن الماضي البسيط مع اي فعل بيجيب التصريف التاني للفعل. التصريف التاني من وهو يعني اكتاز من الافعال المنتظم وبضيف له ال ايه و ايه دي. رقم تات اي هافنت فينش ماي هومورت. انا لم انهي واجب المنزلي طالما عندي هنا مضارع تام منفي. ابقى على طول الريدي ما ينفعش لان عايزة جملة مثبتة. عايز نكتب عنا الدوري او البطولة الرياضية. وده طبعا موجود على القناة هتلاقوا موجود اهم براجرافات هام ومتوقعة لمنهج الصف الثالث الاعدادي الترمي الاول. الصفحة اللي بعد كده جايب لي هنا تدريبات ببقى لنموزج امتحان محافظة بورس سعيد نموزج اختياري صفحة مئتين اتنين وتسعين. وجايب لي هنا المحادسة بقول لي كامريه دا فالون دالو. اكمل حوار التالي. رحمة بتخبر صديقتها رانا اه جود نيوز اخبار جيدة. بتقول لها اخبار جيدة. رانا رحمة انت تبدو سعيدة يا رحمة. هنا رحمة ردت عليها اتناها حاجة. هنا رانا اتناها ولدان احسنتي. واض هل مسابقة القراءة? at your club? كانت في النادي بتاعك. يبقى هنا هتقول لها انا فزت بالاي? او مسلا انا فزت بالمسابقة بتاعة القراءة. يبقى انا فزت بالمسابقة بتاعة القراءة. فتسألها هل مسابقة القراءة دي كانت في النادي بتاعك? رحمة ردت واتلاقت it was at my home او my school ده هي كانت في المدرسة. يبقى لا هتقول لها هنا ايه? no بعد كده it was هتبقى wasn't. no it wasn't. لا هي ما كانتش في الايه? في النادي هي كانت at my school في المدرسة بتاعتي. رانا بتسألها رحمة اتلاها yes I joined that competition last year. ايوة انا انضميت لهذه المسابقة last year العام الماضي. يبقى هنا هتقول لها ايه? يبقى هتقول لها هل انضميت لهذه المسابقة العام الماضي? did you join? هل انت انضميت لهذه المسابقة last year العام الماضي? بدل اختير الاول ده الصحيح. فرانا هنا بتقول لها ايه? did you win that competition last year? هل انت فزت بهذه المسابقة العام الماضي? تم انت فزت بها السنة اللي فاتت. نفس الصفحة كده والجزء التاني منها. هنا هتقول لها حاجة. فهنا رانا بتسألها سؤال رحمة اتلاها I worked harder to win it this year. انا اشتغلت بجده اكتر عشان افوز بها هذا العام. يبقى هي اما فزتش بها العام الماضي. يبقى هتقول لها ايه? no I don't. لا انا مفوزتش بها. no I didn't. فهنا رانا بتقول لها ايه? ايه بقى اللي انت هتعملي عشان تفوزي بها هذا العام? يبقى how did you win this year? ازاي ان انت هتفوزي هذا العام? how did you win this year? ازاي هتفوزي هذا العام قاتلها? انا آآ عملت واجتهدت اكتر عشان افوز بها هذا العام. بعد كده اسئلة الاختيارات ياسر نقط اسمارت فون اجول. ياسر يعني لم يكن عنده هاتف زكي منزو خمس سنوات. انا زائد المصدر بتاع الفعل يبقى didn't have. هازن هات ده مضارع كام? آآ doesn't have مضارع بسيط. don't have برضو مضارع بسيط لكن مع فعل جامع. يبقى didn't have didn't have ده ماضي بسيط من في من فيب didn't والمصدر. لم يكن لديه هاتف زكي منزو كام? منزو خمس سنوات. رقم سبع. انا ارسلت بطاقة بريدية لي my pen friend للصديق المرسلة. بعد هاف عايزة التصريف التالت. التصريف التالت من spend وهو spent. يبقى اختار هنا spent اللي هي التصريف التالت. معنى ارسلة. لأ سنت بقى سنت. مش spent. سنت ارسلة. بمعنى ارسلة. رقم تمانية. where has selma نقط this week? عايز يقول يعني اين كانت سلمة this week هذا السبوع مع هاز انا عايزة التصريف التالت. التصريف التالت من بي وهو been او بين النط انصح. مع هاز عايزة تصريف التالت فاخترتي بين. رقم تسعة يوسف هاز نقط finished his homework. يوسف يعني بالفعل انها الواجب المنزلي بتاعه يتعايزة نفي لكن انا عندي هاز مثبتة. عايزة اقول بالفعل. سنسو منزو. بيجي لقبلها مدارة تم وبعدها ماضي بسط او بداية حدث. يعني لمدة. بيجي لي في بعدها يعني مدة حدث كاملة او المدة كاملة. اه الردي بالفعل اكوف في نهاية الماضي البسيط بمعنى منزو. بيجي لي في نهاية الماضي البسيط وقبلها مدة محددة. الوحيد اللي تنفع هنا في المضارع التام المزبت. وبيجي لي ما بين هاف او هاز والتصريف التالت. وهي اريد يعني بالفعل.